جديد صمد وقف اطلاق النار في لبنان بعد نحو يوم كامل على بدء سريانه وأكد المبعوث الأمريكي أموسوكستين في حديث لوسائل إعلام لبنانية أنه لا مشكلة في انخراط حزب الله بالعملية السياسية كاشفا أن الولايات المتحدة ستترأس لجنة المراقبة التي تضم أيضا فرنسا وإسرائيل ولبنان واليونيفل واعتبر أن ما تم التوصل إليه ليس مجرد هدنة بل اتفاق مستدام وأضاف أن حزب الله قبل اتفاق وقف اطلاق النار والتراجع إلى موراء الليطاني قابل هناك تلك كل النقاط مطالبا بتأمين كل موارد والمعدات التي يحتاجها الجيش لتنفيذ الاتفاق